كيف يؤثر ما يجري على دول الجوار العربي أيضا تأثير دخول دول الجوار على خط هذه الأزمة اتصال الرئيس تبون برئيس قيس سعيد اليوم وأيضا ربما إفاد وزير الخارجية الجزائري إلى العاصمة التونسية تونس مساء الخير للسادة المشاهدين الكل يعلم بأن تونس ليست معزولة عن جوارها وأيضا الجزائر من خلال ردة الفعل الأولى على الأقل بقيت وفية لمبادئها فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ما قام به الرئيس التونسي حسب ما يظهر استند إلى المادة 80 في الدستور من أجل تجميد عمل برلمان وأيضا إعفاء رئيس الحكومة التفاعل الداخلي يبرز بأن القضية محل نقاش تونسي بين الأطراف السياسية بالتالي الجزائر بقيت وفية لمبدأ عدم تدخل في شؤون الآخرين اليوم الرئيس الجزائري تلقى فعلا مكالمة من الرئيس التونسي قيس أسعيد بيان الرئاسة الجزائرية يظهر بوضوح بأن الرئيس تبون قد تلقى من نظيره واستعرض معه مستجدات الأوضاع في تونس ولكن لم يتم التعليق بأي صفة مباشرة على ما حدث يبدو من خلال تفاعل الحكومة الجزائرية والتفاعل الرسمي بأن الجزائر تريد البقاء في هذا المصار وتعتقد بأن مؤسسات الدولة التونسية وعلى رأسها الرئاسة التونسية قادرة على إدارة هذا المنعرج والذهاب بتونس نحو بر الأمان الأمن في تونس والاستقرار في تونس هو أولوية طبيعيا للجزائر الجزائر تتفاعل بقوة مع ما يجري في تونس خصوص الأزمة الاقتصادية وتحملت أعباء لا نكشف سرا إن قلنا بأن الجزائر قدمت مساعدات ومساعدات كبيرة جدا خلال الأزمة الصحية والتفشي وباء كورونا مؤخرا وهذا واجبها لأن تونس خاصرة الجزائر أيضا المحيط الإقليمي الملتهب يجعل الجزائر مجبرة على أن تعمل ما بوسعها لتبقى مؤسسات تونس محصنة وتبقى الدولة التونسية واقفة وهذا ما نتمنى بالنسبة لزيارة وزير الخارجية رمطان العمامرة الزيارة كانت في الحقيقة مبرمجة في وقت سابق وتشمل عددا من العواصم الإفريقية والعربية وهي أول زيارة له بعد عودته لمنصبه كوزير للشؤون الخارجية ولكن في هذه الظروف ستكون الزيارة ذات ارتباط مباشر مع مستجدات الأوضاع في تونس الجزائر تملك علاقات مع كل الأطياف في تونس وبإمكانها أن تلعب دور وهي مؤهلة لتكون وهذه العلاقات مع الأطياف التونسية ربما كما قلت